أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قرارا بأن يكون يوم الأحد الموافق الثامن من يناير الجاري إجازة رسمية مدفوعة الأجرة بدلا من يوم السبت الموافق السابع من يناير وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد للعاملين في الوزرات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العامة وشركات القطاع الخاصة مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة